وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحرب في غزة كانت لها تداعيات سلبية على المياه والغذاء وأثرت على نحو 2.3 مليون شخص في القطاع وأضف مدبولي أن الصراع في السودان والتغيرات المناقية أثرت على المياه حيث تعاني أغلب السودان من صعوبة الحصول على المياه النظيفة كما أن اقتضاب نازحين يفاقم من خطر ندرة المياه مع تنامي الحروب طويلة الأمد أصبح الوصول إلى الماء واحدا من أبرز التحديات الإنسانية ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة للحرب حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95% مما أكبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة ومما أدى إلى التهجير القصري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني كما أدت الحرب أيضا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغزاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أدى إلى انعدام الأمن الغزائي حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من معاناة المواطنين وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه ونظرة مياه الشرب النقية ترجمة نانسي قنقر